ترجمة نانسي قنقر اخوان اريد ان نشارك معكم واحد الوصف انا نقدمه للطيوض غيالي في هذا البرد هذا سنرفع عليهم المناعة مع الوقت هذا شوية كتصبح الدبابة والطيور هنا ديرهم الفوق في السطح واحد السلاكة يعني كتدخل عليهم هذه الدبابة والحال بارد ونرفع عليهم المناعة لكي يبقى تضافين يجب ان نعطيهم قليلا فهذه الوصفة سنشد فيها الزرس الزنجبيل ري والحام والماء سنشد الزرس سنشد الزنجبيل هذا الجو سنقوم بعمل سنصبح ماء ونعصر عليهم قطارات الحامض للحساب الطيور مهم لأن تكون ملعقة الحامض صغيرة تقريبا ونقدموا الطيور ويشربوه ستبقى عندهم تشربة نهار كامل ونحيذ اليوم ونعطيهم ماء ويحميهم من ضربات البرد ويحميهم من ضربات البرد كما تلاحظوا أنتم من بعد ما عمرت شربات هذا الخليط من الزنجبيل والحامض والماء سنقدمه الطغيرات كما تلاحظوا يوم يوم وكيشربوا منه هو صحيلي يوم ومفيد أتمنى أنكم ما تحرموش طيور ديالكم منه بالخصوص فالبرد هذا على الأقل تقدموه اليوم واحد على حساب الجو يعني إذاك الشي كيبقى عينك ميزانك واحدة خمسيام سيمانا عشرش أيام المهم على حساب الجو وعلى حساب الطيور كيفاش كيبقى وليكن شاء أشتراف عليهم الماناة عادي هنا